اشتركوا في القناة سهلة و بسيطة قبل فقط ما نبدأ سمحولي ما تنسوناش بالدعم والاشتراك ربي يحفظكم مقبل ما نبدأ وحبيتنا ورايها لكم ماشي حبه فوق حبه هذي حبه فقط وشوفوا اخواتي الطرى والتح ضروق شوفوا المكونات وتفهموا علاجها كاللون التحى وعلاجتها كالطرية و ضروق نبدأ بسم الله بسم الله المقادير اخواتي كما رأيكم شايفين هنا يا زوج حبه تبيض كالعادة قلت لكم البيض هنا يكون بارد مثل لاجا لاني هذي الحلوه تعز زيت من اسرار نجاح البيض يكون مثل لاجا و نص كاس زيت لازم يكون بارد و نص كاس سكر ناعم اهنا كذلك اديت ثنين ملاعق كوكو او فول سوداني ما رحي رقيق حمصته و رحيته ارقيق ثنين ملاعق كبار اهنا كذلك اديت ثنين ملاعق كبار اه شكورته سوداء كانت عندي رحيتها في المبشرة ديك تاع الجازر ديك لاغا بليرابو في هالزرودية وهنا اديت خمسة غرامات خميرة كيميائية او ملاعق صغيرة و الفارينا وهذا هو المول اللي انا رح نخدم به اخواتي بسم الله نبدأ الخدمة اول حاجة نديروها هو اننا نبدأ ونحطوا هذو كذوج حبات بيض نحو هذك اللي يجي دايما معها لازم ننحوه دايما نقول بيضة تعنا ونضيف لها هذك النصف كاس سكر ناعم ونخلط جيدا حتى يمتزج الخاليط نخلطه اخواتي لازم دايما نخلطه المكونات هنا فقط بالفوه هذا ما كنش محتاجين لا باطل لا بيتخان لا حاجة كي تخلطي كامل هنا المكونات وبعد هنا تروح يضيف لها ثنين ملاعق هذك الكوكا والمرحي المحمص والمرحي رقيق لازم ترحيها رقيق هنا ملاحظة هذي مهمة اخواتاتي ونضيف لها الزيت هذيك نصف كاس الزيت هذيك وتخلطي حتى تنسجب كل المكونات لازم تنسجب المكونات اخواتاتي هنا تاخذ بها مليح مليح بالفوه ثم تضيف لها ثنين ملاعق مبشور شوكولاتة هذا هو اللي يعطي لها ذاك اللون ذوك الحبيبات اللي يبانون في الحلوة هنا نصدت لها الكاس الاول تعرفين اخواتاتي الكاس الاول شوفوا هنا ادي لي الكاس الاول وخلطوه بالفوه ثم تنحي الفوه تخدمي الكاس الثاني ها هو الكاس الثاني هناك كنت نخدمه باش تفكرت الخامير الكيميائية الحمدلله تفكرتها اللي هي ضيفي دايما ديلي الفارينا هاهي الفارينا وخمس غرامات تاع الخامير الكيميائية او موعد الملعقة صغيرة غير ربي وننسها على بيها مليح كتكوني محضرة كامل الادوات قدامك غير اخفلت عليها حتى اجتها على عينيا ما لا شفتها مشيت الخدموت بدي تجيب منا ومنا ومنا هذي من بين الاخطاء اللي تخلي الوصفات مرة تنسي حاجها كمهمة كيمياء الخامير اهنا اخواتتي ضفت اثنين كيسان او كوب تاع الفارينا ومبعد حسيت باللي راهي ناقصتلي شوية ضفتلها سمحوا لي اخواتتي ضفتلها اثنين ملاعق تاع الفارينا يعني انتوما اثنين كوب تضيفوه ومبعد تشوفوه لانه داخلها فيها نوع الفارينا اسكت تشرب ولا ما تشربش وداخلها فيها البيض اسكت البيض التاعكم كبير ولا صغير انا البيض التاعي اليوم اللي استخدمته وكانت الحبة كبيرة وبعد تحسسيها كافية ديك هاه اخواتتي هنا حسيت باللي مازال جدت لها الملعقة الثانية وراكم شيفين ذا اللون الشباب مع ذا الحبيبات اللي باينين هذه كاملة راهي جاية من ذاك المبشور تاع الشيكولة اللي درناه شتوكي تعطي لها هذا الوجه يعني مختلف ماشي كما الصابلي تعموال فشوفوك فشتبان هذه هي اخواتتي هذه هي الوصفة ومبعد كل عادة انا نحب نفرش يا ايما بلاستيكا والذي الورقة ونحلها الملاحظة هنا المهمة اخواتتي انا هنا يدرتها على سمك واحد سنتيمتر لاني مشرح ندير حبه فوق حبه ودرت هذا الكيس بلاستيك وشوفوك فشتباني نخدم باستبالي هكا بومبي شوفي هذا فهمتوا اخواتتي هذا الكيس هنعاود لكم شوفوهنا هذا الكيس يخلي لكم تخرج لكم الشكل هكا ان شاء الله تكونوا فهمتوني اخواتتي هنا خرجت لي 17 شنحبه في نصف كاس تعزيت وكبيرة حبه ما شاء الله هاكم شايفين هنا شوفو طيابها كيما قلت لكم خوخي هنا الشيكولا اخواتتي لم تدروا لها نصف كيش غلدت لها ثلثة اربع هاي كنت قادر ان دلها كامل الشيكولا انا اعجبني شكل تاعل عادينا شو كيفاش بين الشباب يعني هو اصلا ديكور هو اصلا تحسي بلي كي تجي تاكولي تعرفي بلي هذي البات مختلفة عن البات الاخرين ومبعد هكا بشيكولا بيضافوت هكا خطوط اختياريين فقط كيش غلت تزويقه منين ذاك هكا جينا افكار هكا من عندنا اخواتتي حاولي حاولي دائما حبيبتي لان المحاولة هي بداية النجاح حتى وان منجحتيش راكي ناجحة حبيبتي لان الفشل التاعك خلك تتعلمي حاجة واحدة اخرى راكي حبيبتي في قناة حاولي دائما دمتي متألقات جيرا كنت لهنا التلويس أرسي بليلي ترجمة نانسي قنقر